السلام عليكم. النهاردة هعمل الكبدة بالردة سهلة جدا. وطماحل. وبرضو التغيير عن الكبدة الطبيعي بتاعتنا نعمل عملها بالطوم والحاجات دي. الكبدة بتاعتنا سهلة جدا معنا خلص. ما فيش اي مشكلة. بتجيه عند الجزار بتخليه اقطعلك الكبدة بتاعتك شريح. زي ما بشايف هناك كده. ما اكونش فيها عروق. ما اكونش فيها عروق اعرف الكلام دي خلص. يعني تقريبا هي تقريب دي جيبالي حتى منها الطرف. المقادير بتاعتنا اللي احنا مطلوبة في الوصفة دي. اعبار عن اثنين بطين. ملح. فلفل. كزبرة نشفة. طم بودر. بصل بودر. عصير لمونتين اتنين. بس. هتضربي البطين وتحطي البغارات دي كلها عليه. هنعيدة تاني. الملح والفلفل. كزبرة نشفة. طم البودر. البصل بودر. ومع الاول لمونتين اتنين معصورين. تضربيه قوي مع بعض. بالمضرب البيضة ما انتم شافين كده. قوي قوي لحد ما يدوبه. دي تحطي الكبدة فيه. ويسيب الكبدة ما نقع فيه ما اقل حاجة. ساعة. يعني هي بتخدش وقت بسيها الساعة عشان تحس ان الكبدة خدت طعمها ما جيشش حتى بقاش فيها ريح الدم ولا ريح الزفرة ولا الكلام ده. وما بحبش احط الخل في الوصفة دي عشان الكبدة ما تنتشفش مني. تبقى لسه فيها آآ طريقة شوية من جوه. مجلدة ونشف. اللمون بيحافظ على كده. حافظ انما الخلي ينشفها شوية. الطبقة الخارجية بتاعتنا ما احنا نستعملها في الرده. اللي هي الرده. الرده. ونحط عليه معلقتين دي وثلاث معالق نشا. عشان تخرفش اي حاجة بتقلع في الزيت بتحطي فيها نشا. بالنسبة للأكل بتاعنا. بحط ملح برضو حط على الرده بتاعتي. حبة ملح وحبة فلفل بوساط. حبة كزبرة نشفة. عايز تحطي توم بوضر بس بوضر نفسها تبين لا تحطي. بس هي الكزبرة النشفة اهم حاجة. والملح والفلفل في في الرده. بس. وتحطي معالهم معلقتين دي. وتلاث معالق نشا. وتقلميهم مع بعضيهم وتركنيهم على جنب. حد اما الساعة تعدي بتاعت الكبدة وبتبتدي اني تقلي. وهتشوفوا اللي بعملوا. زي ما نشوفين كده اللي جبت اتصلت على الزيب بتاعتي علاقتي على النهرة عشان تسخر لاني لازم ان الكبدة تنزل في الزيت يكون سخنة جدا يعني يكون سخنة مكونش بالد ابدا. والرده والضيق والنشا وبرضو هبهر التدبيلة بتاعت الخارجية الطبرة الخارجية دي عشان بقى فيها التحريطة بتاعت الكبدة. مش عادبة ولا كلام ده. وهاخد من الكبدة اضغط بقلب التدبيلة دي باديت. اهم حاجة ضغطة دي. وترسي. في قلب طبق بتاعك وبتخلصي خالص يبتدي ان انت تقلي. تضغطي وتحطي على جنب. تضغطي وتسيبيه شوية ازا يتشامع كده عشرة دقائية كده ما ياخدش وقت وبتدي تقلي على طور. ما بياخدش وقت منك. اما حاجة زيت غزير وتكون. 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 يكون سخني جدا. عشان ما الطبقة بتاعته لو تحطي على البرد هتقع منها. لازم ساعة ما شم السخنية بتاعت العلي بتاعت الزيت هتمسك عليه. وهتشوفه معي الشغلة ازاي. شكرا. 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 كده خلاص. جيب بقى الطبقة تقديم بتاعي. خطي البقى الدمس بتاعك. الحاجة اي حاجة خضرة. رسيها. الطبقة تقديم شكله شيكي ازاي وجميل وشكله حل. ويفتح النفس ويا طعمها والله طعمها جميل جدا. واهم حاجة يعني شكلها حل. يا رب بتاعجبكم. وبقى الفانة وشافة. شكرا.